دافع دكتور فود عن زوجته شروق بعدما انتقدها الزميل عبدالله بعلبكي مع عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بسبب إساءتها للبنانيين ووصفهم بالشعب الفاضي والنور دكتور فود قال إنه لا يرضى بإهانة شعبه اللبناني رغم دفاعه الشرس عن شروق كما أهان من انتقده بكلام غير مقبول وهاجم الصحافة اللبنانية النزيهة والمحترمة واتهمها بالرشوة وكأن من يدافع عن شعبه أصبح مرتشيا على أي حال سنضع لكم رد دكتور فود كاملا وأنتم تقررون كل اللبنانية أنتوا أهلي وأخواتي ولا تكون أخواتنا وأختكم أختنا وأمتكم أماتنا أنا ما بسمع لحد أنا هين شعبي اللي أنا بكبر فيه وهذا البلد هو مثل الأعلى وهذا البلد اللي هو يكبرني وخليني قطل على الدول العربية للعالم كل لبناني بحطوا على راسي وفوق كل لبناني شريف بحطوا على راسي وفوق أنتم متابعينا أنا عندي مليون 850 ألف لبناني بسم اللبنان بيتابعونا هيدوالي حبيبيات قلبي وكل الشعب اللبناني وأنا مقبل حدا يجيب كلمة تسيري إلى اللبنانية ولا هين اللبنانية ولا يقرب على كرامات اللبنانية بروح الضبضب أنت وياولا قاعد بالغاية قاعد لي برا بأماركا ولا مدري بأي بلد بيشتغل لالنهار 24 ساعة عايش بيشغله 24 ساعة بيجيبنان بقلب بيته بدي يفض أمراضه ووسخه وعقدته على السوشيال ميديا ما عندهم مخرجي كب اه شغلة انتو عم تتهموها بفيديواتكم الوصخة مثلكم والهجوم الوصخ مثلكم بقساسية عار عن الصحة انا عملكم انتو بتوصقوا فيني ولا لا كل شي عم يحكوه وكل شي حكي بلا فهم وبلا اخلاق وزبالة وقرف اللي عم تطلع من تمكن اتجاه مرض زلمي لبنانة وزلمي رافع راس لبنان بالصناعة في لبنان وبرات لبنان كلها الاتهمات اللي عم تقولوها كلها كذب والله العظيم وحيات ابنة كل حكي عم نحكيها لقلة اخلاق والإبيحيات اللي عم تنحكيها وكلها كذب بكذب ازعلت ازا قالوا لك نوارا قولوك انتي زب لما اطلعت دافعته عن ضغطرفون حطوني انا بالنشاط الاخبار المسيئية كل الوبسايتات حطوني علي لما اطلعت دافعت عنها لما قلتوا هالزلمي شو خصوا لما قلت هالزلمي بضعته بتنتشر بشكل كتير كبير برات لبنان هال العالم الوسخة اللي عندي عقل وصخة وبيشتغل بالوسخ استغلوا هادي الشي لما اطلعت دافعت عني انت وياه 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 بلا انت فاكر حالا ازكا من الاجهزة الامنية انت فاكر حالا ازكا من الدولة اللبنانية شايفني قعد ببيتي عم اتمرح ورايح وجاية و ايا وصايت ولا و ايا ضغط على الكضاء كله كذب بكذب يا زلمة بدان ما تقولوا انه انسان شريف ونزيه ايا حكي طالع نازل بالكذب ولينا ولا ضغطوا على الكضاء بلا انت كضاء بيشرفك وانا الكضاء اللبناني نزيه وبيشرفك ارجوني وين المكان بس لقاموا انكم شحادين مشاهدات مش غاش شحادين ومزلولين مشاهدات هي ما قالت هيك هي قالت بسبب الحروب اللي عم نقوم فيها والله بتفضل حبيبي لك شو عم سير معناه بتفضل القرارات اللي بتطلع وعنشرات الاخبار وحكي طالع نازل وعملتولنا بابلوت شوكلي وبارعة شوي طيب شو بنا نقلك انت وياه وياه كل شوية بتطلعلي بفيديو انت وياه وياه وياها طبعا نواريين وحقكم نصف رنج مستحين بيحول كله نواريين يعني طبعا نواريين شو باكم لا اما ما اسخفكم ما في واحد عنده عقد بفكر بيحضر اللايب بظبوط بيشوف شو شطر وشن حكى روح تضبضب انت ياولا بعد بتنزل فيديو انت وياه وياه جرامل المعلوماتية التلاتة كله حد شك عليكم شغالي تاني يا خيه لا انت اللي عام للفيديو اللي كان هيدا الصحفي بعلبكي ولا هيدا الاستاذ ولا هيدا المبعث مين ولا هيدا خيه انت ما بتقرأ التعليقات عندك ما كل عالم قلت لك مع حق بالنقطة اللي هي قول فيها مع حق حتى انت متابعينك عمل لك معك حق وبعدك متيس ونازي لانه في مشاهدات عمل محتوى حلو تجيب مشاهدات تجيب خبر صادق خبر حقيقي وعمل مشاهدات خيه ما التعليقات عندك انت متابعينك عم يقولوا لك مع حق انت بيبين بالتأمين اه بيكسبك ونفائك ولا بالخمسين دولار يبحطولك ياه بجائبتك لتعمل هيدا الفيديو لتضمع قال لي انت بيبين بالتأمين روح تضب انت ياولا والأضرب من هاك ثلاثة ربعه ونعم يهجبوا برات لبنان كوليس مع بعد المشهد